فيه كمان حسين منصور وده حكايته مختلفة حسين منصور كان لعب في الفريق ولما اعتزل أحمد فؤاد أنور سنة 1914 وكان حارس مارمى النادي الأهلي الأهلي ما كانش عنده حارس مارمى بديل لأحمد فؤاد أنور فتم تغيير مركز حسين منصور عشان يبقى حارس مارمى وشارك مع الأهلي فعلا كحارس مارمى في كاس السلطان حسين وبكده نقدر نقول أن حسين منصور أول لاعب في تاريخ الكرة المصرية يتم تغيير مركزه من لاعب لحارس مارمى نتنقل بقى